طيب هيموليتك انيميا ممكن برضو تيجي معها سبيشيال سيلس يعني حسب النوع بتاع الهيموليتك انيميا يعني مثلا في نوع انا بلاحظ فيه ان فيه خلايا مهمة جدا اسمها الطارجت سيلس دي بتبقى موجودة في حالات السلسيمية كتير قوي نشوف الطارجت و هيموجلوبين سي ابن ونزح نشوفها برضو ان شاء الله الطارجت هو بتبقى few in iron deficiency anemia انيميا نقص الحديد few طيب فيه عندي الخلايا اسمها cicle cell خلايا منجلية و ديت موجودة في cicle cell disease انيميا الخلايا منجلية كمان عنطي فيه نوع من أنواع الهيموليتك انيميا بيكون موجود مع خلايا اسمها لو نوحز هنا الخلايا دي بيضاوية ممكن تكون بيضاوية بوضوح وممكن تكون انها الليبتكال يعني طويلة شوية بنقول عليها أوفالوسايت أو الليبتوسايس والمرض اسمه أوفالوسايتوزيز أو الليبتوسايتوز ممكن نشوف الخلية دي الخلية دي تلاحظ ان في جزء منها مش موجود بنقول عليها بايتسيلز بايتسيلز زيبكم معضوضة كده والتكلة منها حد والخلية التانية اللي برضو بتبقى مرتبطة معها في نفس المرض خلية اسمها بتلاحظ ان الخلية فيها جزء أبيض واضح جدا داخلها زي ما يكون الخلية ديت حصلها زي حرق والحتة البيضة ديت زي ما يكون البقللة بتاعت الحرق واضحة جدا اللي هي البليستر سيل البايتسيل والبليستر سيلز احنا خدهم بالتفصيل في مرض من الأمراض الوراثية اسمه جلوكوز سيكس فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيجنسي يعني نقص في انزيم جلوكوز سيكس فوسفيت دي هيدروجينيز أو اختصارا منه عليه جي جي سيكس بي تي طيب برضو بنقول عليها زي الاسبيسيفيك سيلز اللي احنا اخدناها من شوية يعني في بعض انواع الهيموليتك انيميا بنلاقي فيها نورموسيتك نورموكروميك انيميا ومعها حاجة اسمها انايزوسيتوس طيب لو نشوف هنا الاربسيس كاونت والهيمجلوبين والهيماتوكرين هللاحظ ان التلاتة قليلين يبقى دي حالة انيميا طيب الامي سي في والامي سي اتش نلاحظ ان همه نورمال سبعة وتمانين وتسعة وعشرين يعني نورموسيتك نورموكروميك عنلاحظ بقى فيه مقاس مهم جدا اسمه rdw rdw طلع اتنين وعشرين ومكتوبه قدامه high نور high الرنج بتاعه high فده معناه ان فيه اختلاف الاحجام فيه احجام صغيرة وفيه احجام طبيعية في التمانين اللي مية زي ما حد كنا ده وفيه احجام فوق المية كبيرة فمدام عندي صغير والطبيعي والكبير دي بنقول عليها امايزو سايتوس اختلاف في الاحجام طيب ساعات نلاقي برضو صورة الصورة دي بتقولي ان فيه عن هيمونيتك انامي تلاقي برضو الهموجوميل قليل والاربيسيز قليل والهيماتوكريت قليل انها حالة انامية زي ما باتتفاق الامسي فيه هنلاقيه عالي طلع مية وسبعة عشر والجهاز مديني ان هو high يبقى تزمكرو سيتيك انامي الصورة التانية ممكن تبقى مكرو سيتيك انامي وساعات بقى في الحالة دي تكون الار دي دابليو مش عالي زي الحالة الهنية فبيبقى هي مكرو سيتيك فقط اشتركوا في القناة